خليني عندي رسالتين عايزة أقولهم تفضلي خير الرسالة الأولى هي للسيد وزير الصناعة الرجل المحترم اللي مسك الوزارة منذ شهور قليلة وناشد هذا الوزير أن يلتقي برجال الصناعة الدولة المصرية والحكومة المصرية تمر بظروف صعبة وإحنا عارفين ومقدرين وعارفين أن فيه ظروف عالمية قاسية جدا ونحن جزء من العالم وفيه أزمات في فرنسا وأزمات في بريطانيا وفيه حالة صعبة جدا هتمر على العالم وإن شاء الله هنتج أوسا لكن أنا عايزة أقول للسيد وزير الصناعة في الوقت اللي الحكومة بتعلن فيه عن تشجيع الاستثمار والصناعة فيه مصانع بتقفل كتير هل حضرتك عندك علم؟ مصانع كبيرة فيها بالألاف بيشتغلوا بالألاف بيقفلوا ليه؟ بيقفلوا علشان المواد الخام اللي نقصر وده طبيعة ومقدرية بيقفلوا علشان جايع لهم جمارك أرضياتهم أما لهم شزنب فيها علشان البضاعة موجودة في المواني بيقفلوا علشان جايع لهم ضرائب كبيرة فحاسين أن ما فيش حد بيتكلم معاهم أو بيتناقش معاهم أو بيقولون الحل حيبقين فيه مصانع وصلت أنها بتشتغل بتلاتين في المية فقط وعندها ألاف حيوفروا الرواتب منين وفيه مصانع قفلت تماماً وبتعمل اختراط علشان تقول احنا قفلنا علشان ما احناش قادرين فما تبعتوا لناشي الفواتير بتاعة الضراهب وما إلى ذلك أو أي حاجة تطلبوا فيها مستحقاً وزير الصناعة يتكلم معاهم يقول لهم احنا حنسهل لكم ايه ايه اللي نضيقكم نخفف عنكم شوية لحد ما كلنا نشارك في الأزمة لا أحد فينا مش مسؤول عن المساعدة في الأزمة الأزمة مش بتاعة الحكومة بس الأزمة بتاعتنا لأن الشعب يدفع تمن فإذا على الأقل وأنا بفكر أعمل مصانع وشجع استثمار أحافظ على عندي هذه الرسالة وصلتها لوزير الصناعة ويفعل ما يشاء